السلام عليكم متابعين الكرام. قبل اي حاجة خلينا نصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزكر الله. النهاردة بازن الله هنشرح مع بعض اقوى معالجين موجودين في السوق. يعني حضرتك هم تيجي تشتري تليفون ازاي تميز الفرق بين المعالجة. يعني حضرتك بتلعب جيمس مسلا لو عايب بيحب التصوير والتصميم والحاجات ديت برضو يعني هقول لك على نوعية معالج. حضرتك برضو عايز تحمل عالتليفون عايز تختار تليفون مسلا ما بسخنش تليفون بطاريته بتقعد اطول فترة ممكنة معك. برضو احنا هنشرح اكوى حاجة موجودة في الموبايل او الموبايل اندرويد بتميز بها الا وهو المعالج. النهاردة هنضطرك لمعالجين منتشرين جدا في السوق اللي هو معالج ميديا تيك ومعالج سناب دراجون او اكواليكم. المسميين لاسم واحد. النهاردة هنشرحهم بكل بساطة وهنشرح الفرق بينهم وحضرتك لما تيجي تختار تختار انهي واحد وازاي تفرق منهم وايه المعالج الافضل اللي يشتغل معاك ويداوم معاك ويبقى معاك معاك معالج كويس وبناء على ايه تقدر تختار المعالج وازاي تعرف المعالج ده امكانيات وايه برضو انا هادلك على الطريقة اللي انت تعرف بها معالج التليفون وازا كان بستهلك بطارية ولا النهاردة بازن الله هنشرح الموضوع ده كله لو لست جديد في القناة ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك عشان يوصلك كل جديد يلا بينا نبدأ الشرح وعلى بركة الا اول معالج معنا اللي هو معالج سناب دراجون هو من تأسيس شركة امريكية تأسست عام الف تسعمية خمسة وتمانين وكان اساسها سبع موظفين في البداية ويقال انها كانت بتخسر في البداية لكن دلوقتي بقت رائدة في مجال تصنيع المعالجات وتتميز بالجودة وابرضو فيه شوية حاجات هنذكرهم لحضراتكو قدام شوية في الفيديو بس كل حضرتك تعرفوا في البداية كده ان هي شركة امريكية وتأسست عام الف تسعمية خمسة وتمانين طبعا الشركة دي صرفت عن نفسها كتير عشان توصل لمرحلة اللي هي فيها من التطور وكمة التطور التكنولوجي وبتكسب برضو كتير بسم الله ما شاء الله يعني طبعا هنخش على المعالج التاني اللي هو معالج ميديا تيك المعالج ده من تأسيس شركة طيوانية تأسست عام الف تسعمية سبعة وتسعين والشركة دي رائدة في مجال برضو تصنيع وعملاقة في مجال تصنيع المعالجات برضو بصورة ممتازة جدا وبرضو من الشركات اللي صرفت عن نفسها في البداية وخسرت كأي مشروع لسه ناجح او مشروع لسه بيبتدي في البداية لكن حققت ناجح كتير مع تطور اللي وصلونه حاليا هنخش على تاني نرجع تاني لمعالج سناب دراجون معالج سناب دراجون ده اللي بنقسم لكذا فئة فئة المتين وفاة الربعمية وفاة الستمية وفاة السبعمية وفاة واقوهم طبعا فاة التمنمية ميزة المعالج ده انه هو يتميز بعدد قلة الانوية فيه يعني بمعنى صح مثلا هو يحتوي على يعني بالكتير قوي قوي على عشر انوية طبعا وده بيقلل استهلاك الطاقة بالنسبة للتليفون وبحافظ على سبات التليفون وسبات الجودة طبعا ما بسخنش التليفون معانا وما بستهلكش طاقة كتير على العكس طبعا المعالج اللي لسه هنقوله دلوقتي انه هو ميديا تيك طبعا بيتماز في سرعة في الاداء وبيجي معه الزاكرة مدمجة من نفسها اصنعها شركة اكوالكم او اسناب دراجون طبعا اه معالج جبار جدا ومجبار في الالعاب وجبار في كل حاجة هنرجع لمعالجنا تاني اللي هو اسمه معالج ميديا تيك المعالج الاقتصادي من الفعال الاقتصادية بالنسبة للشركات مصنعة التليفونات دايما اللي هي بتهتم بالفعل متوسطة من الاسعار والضعيفة دايما بتحط المعالجات ميديا تيك ولكن المعالج ده بيتماز بكسرة عدد الانوية او مش بيتماز يعيبه كسرة عدد الانوية اللي جواه وطبعا بيستهلك طاقة كبيرة جدا بالنسبة مقارنة طبعا مع اسناب دراجون فانت لو حضرتك هتشتري تليفون انا هنصحك بمعالج اسناب دراجون لكن ميديا تيك يعني معالج برضو اقتصادي خلينا نقول في الفعال الاقتصادية اه برضو المعالج ده اه له قدرة طبعا بيجي اه معالج جبار بينقسم العدد فئات اللي هي الاي والبي والاكس والجي وطبعا احداثهم حاليا ان هو ديمانستي اللي هو بيجي يعني في الفعال الاقتصادية طبعا في الموبايل وليكن بوكو اكس سري جي تي الموبايل ده بيجي معالج ديمانستي الف ومية وده جبار في برضو في الالعاب لكن بيستهلك طاقة كبيرة جدا. اه طبعا اهم حاجة في الموضوع ان حضرتك لما تيجي تشتري تليفون تدخل على جوجل مسلا على سبيل المثال وتكتب اسم التليفون هيظهر لك اول سيرش عندك نتيجة بحث في جوجل تضغط عليها عما حاجة تختار عدد الانوية كل ما تقل عدد الانوية او النانو هتلاقيها مكتوبة كده معالج ميدياتيك كذا 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 آآ كام نانو اتناشر نانو فاعلا فده طبعا هيستعلك منك طاقة كبيرة جدا آآ اتناشر نانو كل ما قالت عدد الانوية جواه جواه المعالج ده طبعا بيقل استهلاك الطاقة انا من وجهة نظري ان انت لو هتشتري تليفون انا انصحك بمعالج سناب دراجون معالج جبار بيستحمل معاك كل حاجة آآ معالج زي ما بنقول كده آآ سالس في التعامل معالج مش موز عجلات تليفون دي بعض المعلومات اللي اردت ان انا ازجور لحضراتكم عن عن المعالجات آآ وارجو من حضراتك ان يا رب تكون نالت اعجاب حضراتكم ولوم لسه اشتركش في كناة انزل واشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان اوصلك كل جديد كأنا معكم اخوكم محمد طربولسي من قناة مستر تيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته